أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماواتها طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفهوت فارجع البصر هل ترى منها فطور ثم ارجع البصر كرعتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدناها لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء لنا نذيرها فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وهو أجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي يتموه أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلموه لكيه فالهذير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكهفرون إلا في غرهور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لن ينفع توي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على سراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذي مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين